في قطع سكن دائما حول بعض المرقين العقاريين الذين أوكلت لهم مهمة إنجاز السكنات التساهمية حول حياة المستفيدين إلى جحيم بسبب التقاعص فبين وزارة السكن التي فسخت عقود بعض المرقين يظل البعض منهم يفرض منطقه على حساب المواطن المستفيد التفاصيل مع الزيدي لم يشفع سحب الاعتماد من المقاولين المتقاعسين من طرف وزارة السكن وحرمانهم من كافة المشاريع التخلص من معذلة التأخر في تسليم السكنات لأصحابها مقاولون يفرضون منطقهم بمشاريع أوكلت إليهم مهمة إنجازها بالتقاعص والتحايل ضاربين بذلك قرارات وزارة السكن يبكيوا رجال وين وحدنا ولادي حابوا يشوفوا الدار حابوا يشوفها مقدش نديهم ما قدش نديهم تأخر هذا شحال دم؟ تأخر هذا في دقو في عابين تعلو لتار نحن طلبوا منه قال الراسبكت لكايد شارش كما وانا واحد من الناس كاري ما بقاليش نزيدنا الكرة خلاص يشوفوا مع الإطارات هدومة بش يعيطينا الأقرب وخل فاتحتنا بش نسكن الروطار جالنا بزاف الروط وزارة السكن تتحرك ضد مافيا المرقيين العقاريين غير أن البعض منهم يزاول المهنى دون حسيب أو رقيب هذه الفئة التي عانت الويلات من هؤلاء المرقيين من جهتنا كوزارة سكن العمران والمدينة وبحكم الصلاحية المخولة في منح الاعتماد سحبه تقرر سحب 11 اعتمادا من قبل وزارة سكن العمران والمدينة بالإضافة إلى هذا سيدرجون هؤلاء ضمن القائمة السوداء بين تحرك وزارة السكن لوضع حد لمثل هذه الممارسات لبعض مافيا المرقيين تظل صراخات المستفدين موجهة إلى المسؤولين علّى وعسى ينتهي كابوس التأخر ومنحهم سكنتهم صحيا الآن يعد مرض تصلب الويحي